ناس كتير من اللي عايشين دلوقتي اللي عايزين يحافظوا على علاقتهم بربنا مش شرط تكون عبادتهم كتيرة لكن الناس بتعظم ربنا بيشتكوا جدا من قلة الحياء المنتشرة في الدنيا مش في مجتمع معين والقضية هنا في الحياء مش مسألة العورية بس ولا صهرة فيها خمرة ولا حاجة إباحية كل ده في نوع من قلة الحياء لكن زي ما مصطفى محمود الله يرحمه بيقول في كتابه رحلة مسافر ليس الحياء مرتبط فقط بالأمور الجنسية إنما الحياء هو الحفاظ على كل شرف فشرف الكلمة وشرف الوعد وشرف تحمل مسؤولية لعمل وبناء النفس والأوطان عشان كده أنت بتبقى مخدود هو زي رح أخلص مصلحة معينة في جهة معينة فلاقي الموظف بيطلب مني رشوة عيني عينك كده أقوله ده حقي يقولي هو كده هو في إيده الإمضة وموقف حالك تتصفح في الإنترنت تلاقي 30% زي ما الإحصائيات بتقول من المحتوى إباحي تبقى داخل الفيسبوك ولا داخل أي حاجة في السوشيال ميديا ولا أي إن كان تبش حفت قضي بصرك وانت بتدور على حاجة مفيدة تتعامل مثلا مع حد من أصدقائك فايفش سرك ولا يخضر بيك غدرة وعيني عينك كده ومفيش أي مشاكل خالص وكأنك تشعر بحالة من الغربة والوحدة والناس لما بتتصدم بيقل همته في الحياة أفقد معنى الحياة ويبدأ يشعر كده أنه هو خايف على نفسه فاللي بيحركه دايما للخوف وده شيء محير جدا ما تحترش خالص دي طبيعة الدنيا وده أحد اختبارات الدنيا أحد اختبارات الدنيا أنك تفهم أن الإنسان بيقوده في الحياة القيم اللي هي موجودة جهو الفطرة السليمة والغرائز اللي موجودة في النفس هذه القيم اللي موجودة في الفطرة السليمة بتغذيها يغذيها الوحي الشريف وتغذيها المجتمعات اللي بتحافظ على الأخلاق والمبادئ أما الغرائز بيغذيها الشطان والنفس الأمارة بالسوء فما تستغربش إنك أنت في رحلة حياتك تشوف ناس أو تشوف نفسك يتعارض القيم اللي في الفطرة السليمة مع المصالح والغرائز فتنتصر الغرائز الناس اللي اختارت ربنا سخرت شهوتها وغرائزها في بناء نفسها والقرب من ربنا فده سخر الشهوة الجسدية في بناء بيت وجري عشان يحوش ويتجوز والتاني سخر شهوة التنافس وحب الاستزادة من الدنيا إنه يبني نفسه ويكبر نفسه والتاني صاحبه اللي عنده شهوة التنافس داس على زميله عيني عينك قدام الناس عشان يترقى ده ممتلق بالحياء وده باع الحياء أمام الغريزة والرغبة عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء وكأن الحياء ده خليني بس تقولك يعني حياء أصلا الحياء هو صيانة النفس أن يراني الله في مشهد لا يشرفني إننا ربنا يبقى بينظر لي أنا بعمل حاجة ما تشرفيش قدام ربنا أبقى لما تعرض على ربنا يوم العرض الأكبر أبقى باصص في الأرض وزي ما سيدنا عليه قال يتساقط لحم وجهه خجلا من الله فأنت ما تتصدمش في الدنيا لما ناس كتير تبيع الحياء ده في سبيل الغرائز والمصالح بل أقولك على حاجة تانية ربنا قال في القرآن إن ده يحصل طبيعي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عادي جدا الشيطان يزقك تجاه تصرفات تتأقل ميزان سيئاتك عادي جدا الشيطان إنه يزق في اتجاه الإباحية ويزق في اتجاه العري ويزق في اتجاه الغش عشان تشعر بالخوف وتشعر بصعوبة إنك تعيش قريب من ربنا لدرجة إن لما ربنا تكلم عن الفواحش الفاحشة هي كل خلق ذنيم زاد قوي اسمه الفاحشة زاد عن الحد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ممكن وإنت عايش في دنيا الناس لا يا حد مش مبسوط أن أنت محترم متدايق أن أنت محترم عشان كده القوم شعيب يقولوله وهم كانوا غششين في التجارة وبيسرقوا فربنا بعد سيدنا شعيب يقول لهم أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاص المستقيم بلاش غش في التجارة فبيقولوله يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموادنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد بقى فيه واحد مثقف يقول الكلمتين دول نبقى ناس أمنا أمنا إزاي هنجيب الملايين والكلام ده فأنت لما تلاقي حد عنده جرأة زي دي ما تصدمش شي طبيعي جدا ورحلة حياتك في الدنيا إن ده ما يسلبكش حيائك ولا يسلبك ثقتك في المبادئ وإن المدد من ربنا لأهل الصح وأهل الحق رحلة حياتك إنك أنت تمشي في الدنيا مع الله ومع سيدنا رسول الله باحث عن المجتمعات الباحث عن شرف الكلمة وشرف الوعد وشرف تحمل المسئولية وبناء النفس والأوطان وتحمي نفسك من الذين يحبون أن تشيع الفاحش فما تصدمش لو حيرانه بتقول فين الحقيقة اللي في الدنيا موجود بتبحث عن مجتمعاته